شكرا لزميلة مريم الزعابي من مركز الأخبار التي قدمت لنا أهم الأخبار من صحيفة الخليج ومن مركز الأخبار مشاهدين يواجه رواد الأعمال تحديات كثيرة في مسيرتهم على درب ريادة الأعمال ويقع البعض منهم في أخطاء وثغرات قد تعطل أو تعرقل تنفيذ خططهم لهذه المشروعات نتعرف معكم مشاهدين عن الأخطاء التي قد يقع فيها أصحاب الشركات الناشئة وكيفية الاستفادة من التجربة التي قد تفشل وتحويلها إلى قصة نجاح يسعدنا نرحب معكم بالأستاذ السعيد خميس النوفلي مدير تطوير المشاريع في مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع ويستاذ صباحك أستاذ يا مرحبا أستاذ صباحكم يعطيك الصحة والعافية بداية أي مشروع قابل أنه ينجح ويحصل دعم من قبل الأشخاص في المجتمع وفي نفس الوقت ممكن لهذا المشروع أن يفشل نتكلم عن احتمال أن يواجه رائد الأعمال الفشل وكيف ممكن يحول هذا الفشل إلى نجاح نعم نحن خبرتنا في مركز الشارقة لريادة الأعمال هو الدعم للمشاريع والمشاريع تبدأ من أفكار وهذه الأفكار نحن نساعد رواد الأعمال والشباب والأخوات أنهم يطورون من هذه المشاريع أول شيء يكون الخطة الخطة أن يجبون الخطة وكيف ينفذون الخطة بس في ريادة الأعمال التكنولوجيا تطوير المشاريع يكون شوية مختلف عن المشاريع العادية اللي نشوفها مثلا المطاعم وكذا نحن كيف نحن نشجع الشباب أنهم يخطؤون في البداية علشان في المستقبل ما يتجنبون هذه الأخطاء الكبيرة نعم معناتها نشجعهم أنهم يخطؤون في نص الدرب علشان يعدلون في التكنولوجيا أو النشاط اللي هم الداخلين فيه وكذا يكون تتجنب الأخطاء في البداية أفضل من في المستقبل صحيح نحن نتكلم عن شرائع شوية كيف يعني تتعاملون مع أصحاب المشاريع مشاريع الناشئة واللي يفشلون في بداية طريقهم في عالم ريادة الأعمال نعم نحن أول شيء أول شيء نشجعهم أنهم يدرسون السوق يشوفون المنافسين هناك ويبدأون من فكرة البداية نحن نسميها باللغة الإنجليزية هي اختبار الفكرة مع زبائن المحتملين أنهم بيكونوا زبائنهم في المستقبل يبدأون بالفكرة هذه يشوفون المنافسين شو المنافسين يسوون في السوق كيف حجم السوق كل هذه الدراسات يسوونها قبل ما يحصلون الدعم وبعدين نطلعهم برا لأن السوق هو برا نقول لهم ناس ما يقولون أخرج برا خارج النطاقة اللي هو الدراسة والتدريب والورش وهذه أنهم يشوفون السوق ويجربونها مع الناس برا نعم جميل ذكات في البداية أن قطاع التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الإصطناعي هذه المشاريع تختلف عن المشاريع التنموية اللي يشوفها العادية مثل المطاعم وغيرها نعم شو الفرق ما بينهم؟ وهل تعتبر هذه القطاعات التكنولوجيا وغيرها أصعب من المشاريع العادية التي نحن نشوفها؟ نعم المشاريع التكنولوجيا تكون لها رسك عالي نعم حتى يكون لها ريورد أعلى لماذا؟ لأن تكون الشركة صغيرة فيها يمكن أربع أو خمس موظفين بس يسعون لأفضل وأكبر يعني سوق أكبر نعم والمطاعم تكون شو أصغر وبعدين الدراسة في مشاريع مثل المطاعم وغيرها أنها تكون موجودة مثلا في الشارقة أو في بوظبي أو كذا يعني دراستها يكون أسهل وبعدين أنت تقدر تنظم حتى الفانانشل اللي هو دراسة السوق وهذا يكون أسهل التكنولوجيا أنت تتحول مع شو يبال الزبون بكرة الزبون يكون نفس التكنولوجيا كيف نحنا نغير التلفونات وهذا نفس الشي في التكنولوجيا نحنا نتغير شو الزباء وشو وين التكنولوجيا ذاهب إلى وين يعني وعشان كذلك نحنا نتحول حتى نحنا لما نسوي دراسة جدوى نباهم بس يفهمون كيف يحسبون وكذا بس في المستقبل في أشياء هو يتعلمها وهو يألسي بنها عشان كذلك الفكرة حتى تتغير لأن التكنولوجيا يتغير الفكرة تتغير وهو لازم يشوف الزبان اللي يتفعوا للفلوس هو يعرف شو هم يبون بالضبط عشان كذلك نحنا أحسن يدرس الزبون أحسن من الشو من أشياء ثانية غيرها حلو يعني اليوم لا بد التخطيط يعني للأقدام على هذا المشروع واليوم كذلك مثل ما ذكرت فيه تطور يعني أي خدمة اليوم حتى المطاعم قاعد تقدم خدمات مبتكرة يعني حتى قبل انتخاص تقدم الوجبة على صحة عادي أبيض أسود اليوم صار فيه فن وفي ابتكار وطريقة تقديم حتى يعني تخلي الزباين يقبلون على هذا المطعم بشكل أو بآخر من باب خبرتك يا أستاذ سعيد يعني اليوم الشركات الناشعة أو الأعمال الناشعة في أي مرحلة تفشل أكثر شيء من خلال اليوم احتكاكم بي أصحاب المشاريع في البداية أو في المنتصف هو من البحوث يقولون أن أول ثلاث سنوات الشركات تفشل أول ثلاث سنوات وهذه نسبة كبيرة بعد ثلاث سنوات أنا خلاص أنت تكون مستقر ونحن في منظم هذه السنوات نحن لما ندرب هذه الرواد الأعمال والفرق التي تأتي ونحن ندربها نشوفها أنها تخطأ في البداية مثلا يسوي لك مثلا الأبليكيشن مثلا الأبليكيشن هو ما ركز في شو الناس تباه مثلا راح قال والله أنا عندي فكرة خلا نسوي هذه مشكلة استعجال في الدخول السوق وبعد دراسة المشكلة المشكلة أن الناس شو على طول يعتني فكرة على طول يفكر في شو شو أنا اللي بطرحل الناس لا لازم تدرس المشكلة وتطور المشكلة وتفهم المشكلة بالضبط ومنه الزبون ومنه الشخص وحتى نحن نقول اللي هو برسونا نحن نركز مثلا الأخت هي شو تحب شو تسوي شو نشاطها اليومي هذه كل الأشياء تساعدني أني أنا أفهم الزبون وهو شو اللي يسويه وهو شو اللي يحتاجه نعم أستاذ سعيد ذكرت أحد أهم خلنا نقول الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها رواد الأعمال في مشاريعهم الناشئة نتكلم شوي أكثر بشكل أعمق عن هذه الأخطاء شو غيرها من الأخطاء اللي قد يقع فيها رائد الأعمال ولي من خلاله أكيد هذه الأخطاء يفشل في مشروعه نحن أكثر شيء يعني الناس يخطأون فيها مثلا أنه حب للمنتج يكون خلاص محد يبي يقول له شيء وهذه مشكلة كبيرة أنا بالعكس أنا مثلا لما سير سوي برسنتيشن ولا سوي كذا الناس تصفق لي نعم بس أنا أبا الأخطاء شو الأشياء اللي أنا أقدر أصححها لأنه عشان شيء نحن نشبك رواد الأعمال مع المستثمرين ليش؟ لأن المستثمر لما يحط يستثمر في شركة فلانية هو يسأل الأسئلة الصحيحة علشان هو ما يتجنب أن يستثمر في الشركة بس مثلا لو أنا روح للوالد أو للوالدة بيقولوا الإشياء أنا أحب أسمعها صح 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 علشان كذا شو أحسن تروح للمستثمر لأنه هو يحط في الوسع ويعرفين يحط في الوسع وهذه أشياء علشان الشباب يتجنبون الأخطاء في ريادة الأعمال حلو نتكلم شو عن نقطة يعني ما أننا ما شاء الله في دولة الإمارات وإمارات الشارجة ما شاء الله قاعد نشوف وائد مشاريع شبابية وكل فترة قاعد تهبهبة يعني سندويشات والبرجر كانت مؤخرا وحين صار القهوة أو البريستر صحيح فكلما الشباب اليوم قاعد يقبلون على يعني خلاص شابوا فكرة ناجحة نعم الكل قام يقبل على هذا التوجه نعم برأيك هل هذا شيء صحيح أم يعني لابد أن الشاب دائما يفكر فيه أشياء أخرى سؤال جميل جدا وأنا تكلمت عن هذا الشيء قبل أننا في مجتمع كلنا نشوف بعض نعم نعم كل واحد يشوف هذا صاحب يسوي كذا أنا في مرة ياني واحد طباخ قال لي أنا أول طباخ إماراتي قلت له ممتاز قال لي أنا كيف أطور من نفسي قلت له أنت روح برا روح للدول الخارج تأقلم مع البيئة التي تتبع تأقلم معها هناك بتتعلم الزيادة اليوم أنا أشجع رواد الأعمال في مركز شراع أنهم يدورون أشياء برا نطاقهم على ما يطورون هذه الأفكار المبتكرة تطلع مثلا أنت جالس في كوفي الشوب مثلا في السويسرلاند مثلا في السويس ريالس كدقة الفكرة هناك الفكرة تقول والله هذه فكرة حلوة أقدر أجيبها للبلاد أو أنا أقدر شفت شخص يمشي يمكن الأفكار مرات تطلع من الأشياء أنت يعني شو قلكب شيء من مكان أنت ما توقعته صحيح وهذه منبع الأفكار أنا اليوم أقدر أأتي مثلا في ميتنج أو في أي مكان الفكرة تقدر تنبع وأقول يعني نفس هذا نحن نسميها الأها مومنت الأها مومنت اللي هو تعالي هذه فكرة تنفع أنا أشجع الناس أنهم يجربون أشياء كثيرة يسوون ريسيرج يدورون في الجوجل يدورون في مثلا نفس اللي هو يسمونها الدوكومنتريز هذه صح هني تنبع الأفكار وعشان كذا أنا أرجع للموضوع أن أكثر الناس اللي نشوفها مثلا الحمد لله في الشارجة عندنا بيئة الـ F&B اللي هي المطاعم والكوفي شوب في موالح وهذه تتطور وهذه الشركات تطلع وتدخل في أخطاء ويتعلمون ويتعلمون صحيح يتعلمون فيها بس حتى يطلعون برع لشان يشوفون لابتكار ومش لتقليد والحمد لله اليوم الشارجة وموالح بخصيصا يعني الابتكار أنا صراحة أستانس لما شوف شباب يبتكرون في أشياء غير عن مثلا لما نروح مثلا مطاعم في دبي ومطاعم في إمارات تانية دبي الشارقة يعني المطاعم تبتكر لشكل أكبر ومش متوقع يعني 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 عفوا أستاذ سيد نعم أنت اليوم تشجع أن الشباب يكررون تجارب بعض أو اليوم لازم الشاب يعني لازم الواحد فيهم يقول لا خلاص نحنا كتفينا بمعنى اليوم الشباب هم صناع القرار وهم قاعد يطورون في العملية التجارية اليوم على سبيل المثال في إمارات الشارق نعم أنا أشجع الشباب في شيئين أنهم يطورون في أي أي بزنس هم يدخلون فيها والشيء الثاني الإختصاص أنا شفت شباب مهندسين يفتحون كوفي شوبس أنا أتمنى أن أشوف شباب مهندسين يفتحون في مجالاتهم لأن تخيل الواحد يدام خمسة عشر سنة في مجال تكنولوجيا هذه الخبرة بروحها زين تسوى كثير يفتحون في مجالاتهم لأنهم متخصصين في هذا الشيء وهم مبدعين في هذا الشيء مبدعين يعني أنا مثلا خمسة عشر سنة في التكنولوجيا وفي المجال الأسكري وكذا كذا دخلت أطور مشاريع التكنولوجيا لأن عندي الخبرة هذه حلو لكن هناك نقص في هذا المجال كل واحد في مجال لأن المشاكل والأفكار تخرج من أين من الماكل نحن نقول الذي حواليك الأشياء التي حواليك هي الأشياء التي تستطيع أن ترىها بالعين وهذه الأبداع والمشاريع تستطيع أن تطور أكيد في نفس الوقت بعد أستاذ سعيد لابد أن نحن نركز على مطلبات وإحتياجات المجتمع أو المجتمع صحيح؟ أكيد وهذا شيء كبير جدا لأن أنا أقول شيء اليوم عندما نمشي نحن الذين نعرف بيئتنا ونحن نعرف مشاكلنا صح لا يوجد غيرنا ولو قاعدنا كذا ما سوينا شيء غيرنا بيء ويطبق الأشياء صح وبعد ذلك يلس مع الربع ونقول أنا عرفت تكلمنا عن هذه الفكرة ولكن لم تطورناها أي أحد ثاني سواها صح أخرنا وهذه ولكن نشجع الشباب أنهم المشاريع والمشاكل كثيرة ويبالها حل والابتكارات أقول لكم الحمد لله والدولة تدعم كل المشاريع هذا حلو نتحدث عن شراء اليوم ما الخدمات التي تقدمها شراء لي مثلا أصحاب المشاريع مثلا أنا عندي فكرة هل شراء يضمن لي مثلا أول شيء حقوق الفكرة هذه أن تكون سرية في التعامل يعني هل مثلا في دورات معينة تقدمونها للشباب السشاريين من ناحية مثلا الإدارية المالية نتحدث عن هذه الخدمات أو مجموعة الخدمات التي تقدم لي رياضة الأعمال نحن في مركز شراء عندنا جميع الخدمات هي الشخص لما يدخل بفكرة نساعده في تطوير الفكرة ودخوله للسوق صناعة التكنولوجيا والتطبيق إن إرشاده كيف يصنع هذه كيف يروح يتكلم مع الناس يواجه الناس يسوي تست ولين ما يوصل إلى المنتج ويطلع السوق ونعرفه ولو مثلا في عندنا حتى دعم بسيط أنه يساعد رواد الأعمال أنهم يدخلون السوق يعني نحن نمسك أيدك ونساعدك من البداية لين النهاية والحمد لله الحكومة لا تقصر ونحن نبه الشبابيون ونحن جاهزين نساعدهم في أي وقت إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية جهود كبيرة تبذلونها في مسألة دعم المشاريع الشبابية في إمارة الشارقة بشكل خاص في دولة الإمارات بشكل عام شكرا لك على تبادتك معنا اليوم شكرا لك الله شكرا لك الله الله يسلمك